بتبدأ الحكاية بقصة عن ولد صغير اسمه هارولد واللي عايش في عالم رسوم متحركة سحري وبيكون معاه ألم لونه بنفسجي بيرسم ليه أي حاجة بيفكر فيها في العالم ده والحاجة دي بتظهر له على طول وطبعا الموضوع في الأول ما كانش سهل عليه وكان بيسبب له مشاكل كتير وحاجات بتخرج عن السيطرة لكن مع الوقت بدأ هارولد يتقن استخدام الألم بتاعه وبقى ليه اتنين أصدقاء وهم موس واللي هو كائن الآيل وأنفدة وبقى هو اللي بيصنع لهم الفطاير اللي بيكلوها كمان وبيفضلوا يلعابوا ويروحوا ييجوا مع بعض لحد ما بيكبر هارولد والراوي بيقول لنا أن هارد لسه طايش وبيوقع نفسه في مشاكل كتير بس لسه عنده نفس الموهبة وعارف يفكر بسرعة وياخد قرار بسرعة وبيلحق نفسه بالرسومات بتاعته وهارولد بيرد على الراوي وبيقول له أنا اللي رسمت موس وأنفدة لكن عمري ما فكرت أنا بقى مين اللي رسمني فبيقول له الراوي أنا اللي رسمتك ويساعتها بيسأله هارولد وبيقول له طب أنت فين وشكلك عامل إزاي فبيرد عليه الراوي وبيقول له أنا شبهك شوية لكن أنا عجوز وعايش في العالم الحقيقي وفي نفس اليوم بيروح هارولد ينام وبيقول لموس وأنفدة أنه بيحاول يتخيل شكل الراوي أو الراجل العجوز اللي رسم العالم بتاعهم وبيفضل طول الليل يفكر فيه وبعد كام يوم بيفضل هارولد ينادي على الراوي علشان يرد عليه لكنه ما بيردش فبيقول أنه عايز يطمن عليه وعايز يخترع لهم أماكن ومغامرات جديدة علشان كده بيقرر أنه يروح على العالم الحقيقي علشان يدور على الراجل العجوز وبيرسم بوابة بتنقله للعالم الحقيقي وفعلا الموضوع بينجح وبيلاقي نفسه شخص حقيقي وأول ما بيشوف راجل عجوز قاعد في الحديقة بيجري عليه وبيقول له أكيد أنت الراجل العجوز لكن الراجل اللي قاعد بيخاف منه وبيطرده من قدامه وفي نفس الوقت بيكون آية الخايف يعز من البوابة ويروح على العالم الحقيقي وأنفدة بتفضل تقنع فيه وتقوله أنهم لازم يروحوا وبتخلع شوكة من عنده وبتغرسها فيه علشان تشجعه أنه يتحرك وفعلا بيعدي البوابة لكنه بيعدي لوحده من غيرها وده بيخليه هو كمان يتحول لإنسان وبيقابل هارلد والاتنين بيمشوا مع بعض أما أنفدة فبتفضل تحاول تفتح البوابة لحد ما بتنجح أخيرا وبتعدي منها وهي كمان بتتحول لإنسان لكن المشكلة أن هارلد وآيل بيكونوا بعدوا عنها خلاص وهي مش عارفة هما فين فبتضطر أنها تمشي لوحدها وفي الوقت ده بيقرر هارلد أنه يرسم عجلة وبياخد آيل وراه وبيتحركوا هما لاتنين وفي نفس الوقت بنشوف وحدة اسمها تيري وهي رجبة مع ابنها العربية وبتكون بتتكلم مع المدير بتاعها وبتفضل تشرح له هي ليه غابة عن الشغل النهاردة وأثناء ما هي بتتكلم في التليفون بيقع منها وبتنزل علشان تجيبه وده بيخليها مش بتاخد بالها من الطريق وبتكونها تخبط في هارلد وآيل لكنهم بيلحقوا نفسهم في آخر لحظة وبيتقلبوا بالعجلة قبل ما يتخبطوا وساعتها بتطمن تيري على ابنها ميل وبتشوف إنه كويس وبتنزل بسرعة علشان تطمن على هارلد وآيل وبتستغرب هما ظهروا منين وبتفضل تعتذر لهم إنها ما شافتهمش وبتقول لهم إنها حست إنها شافت حيوان الآيل معدي من قدامها فبيقول لها آيل أيوة ما هو أنا وقت الخطر رجعت لطبيعتي وأنا أساسا آيل فبتفتكر إنه بيهزر معيها وبتقول لهم إنها أسفى مرة تانية وبتعرض عليهم توصلهم لأقرب مكان لكنها الأول بتروح تطمن على كويسش العربية بتاعتها واللي بيكون اتخاره موقت الحادثة وده بيخليها تتصل على شركة علشان يجبوا لها كويسش جديد وييجو لكن هارلد بيخرج الألم بتاعه وبيرسم كويسش جديد وبيكون باللون البنفسيجي وطبعا ميل بيستغرب وبيكون مش مصدق نفسه لما بيشوفه وبينزل بسرعة علشان يشوف هارلد وآيل ولما بيسألوا عن الصفارة اللي اللبسها دي بيقول لهم إن دي بتاعت كارل التنين بتاعه وطبعا مامته بتقول لهم إن ميل خيال واسع ومتخيل إن عنده تنين وإنه بينادي عليه بالصفارة دي وبعد ما بيخلصوا بيركبوا مع بعض العربية وبتفضل تيري تسألهم عايزين يروحوا فين فبيقولولها إنهم بيدوروا على الراجل العجوز وإسعتها بتسألهم مين الراجل العجوز ده باباكو فبيقول لها هارلد أيوة بابانا فبتسألهم هو عايش فين فبيقولولها إنهم مش عارفين ومش عارفين هم نفسهم عايشين فين فبيقولهم ميل إن في عندهم مكان في البيت وممكن ييجوا يباتوا عندهم النهاردة لحد ما يشوفوا بكرة هيعملوا إيه فبتقوله تيري ما ينفعش يقول كده وخصوصا إن دول ناس أول مرة يشوفوهم ومش عارفين لو كانوا كويسين ولا وحشين فبيفكرها بكلام بابا اللي كان دايما بيقولوا قبل ما يموت وهو لو إن الناس محتاجين مساعدة لازم نساعدهم فبتضطر تيري إنها توافق وبتقولهم ييجوا يباتوا عندهم في القبو النهاردة وبكرة يمشوا وفعلا بيروحوا معيها على البيت وبيدخلوا يعودوا في القبو هما الاتنين وبيكونوا مبسوطين جدا وهارولد بياخد باله من نوتة موسيقية قديمة عند تيري ولما بيسألها عليها بتقولوا إنها كانت بتلعب على البيانو زمان قبل ما جزها يموت لكن دلوقت جزها مات وما بقتش بتلعب مزيكة خالص وبتسيبهم وبتمشي علشان يعرفوا يناموا وفعلا بعد شوية بنشوف إن آيل نايم وهو واقف وهارولد بيروح ناحية الشباك وبيشوف ميل وبيشاورله علشان ينزل يقعد معاه ولما بينزل بيفضل ميل يفرجه على الرسومات بتاعته وبيقوله إنه بيحب الرسم جدا وبيسأل هارولد إزاي قدر يرسم الكاوتش بتعمامته النهاردة فبيوريله القلم السحري البنفسجي وبيقوله إنه أخده من الراجل العجوز واللي بيدور عليه علشان يعمل لهم عالم جديد وبيرسم فراشة قدام ميل علشان يعرفوا بتتعامل إزاي وبيدي ميل القلم علشان يجرب هو كمان وفعلا بيرسم عن كاوت وساعتها بيندمج مع الفراشة وبيعمله كائن مرعب جدا ومن الناحية التانية بتكون الأنفدة بتدور على هارولد ولما بتشوف ظهور باللون البنفسجي في كل مكان بتفتكر إن هارولد هنا فبتدخل المكان ده وبتكل من الأكل اللي كان فيه لكن فجأة الشرطة بتوصل وبيفتكروا إنها حرامية وبيفضلوا يجروا وراها والكاميرات بتصورها وهي بتهرب والشرطة بتعرف شكلها وبيدوروا عليها وتاني يوم الصبحة بتقوم تاري وبتتخض من الكائن اللي هو عبارة عن اندماج الفراشة مع العنكبوت ده وبتنزل بسرعة وبتشوف إن فيه فطائر كتير في المطبخ وبتكون مش عارفة مين اللي عمل كل الفطائر دي وخصوصا إن كلها باللون البنفسجي لكن لما بتبص من الشباك بتشوف ابنها ميل وهو قاعد بيلعم مع هارولد وآيل في الحديقة بتاعت البيت وبيأكلوا من الفطائر فبتدائق وبتقول له هارولد إن الفطائر دي مش للفطار لأنها وجبة دسمة وبتعرفوا إنها معودة ميل على نظام غذائي لازم يمشي عليه ولما بتبص على البيت بتاعها من برة بيتتفاجئ إنه مدهون كله باللون البنفسجي فبتسأل هارولد ليه عملت كده فبيقول لها إنه حاسة إنها محتاجة تجديد لشكل البيت وإن كده شكله أحلى وبيحاول إنه يشرح لها إن الألم السحري اللي معاه هو اللي بيساعده يعمل كده وطبعا بتقول له إنها شبعت من الخيالات بتاعت ميل والتنين بتاعه ومش مستعدة تسمع قصص جديدة عن راجل كبير بيستخدم ألم سحري وبتطلب منه يمشي دلوقتي ويروح علشان يدور على بابا وبتقول لميل يروح على المدرسة وساعتها بيقسم هارولد الألم اللي معاه وبيدي جزء منه الميل وميل بيكون فرحان ومش مصدق نفسه إنه بقى معاه ألم سحري هو كمان وأول ما بتمشي بيروح ميل بسرعة لهارولد وآيل وبيقول لهم إنه جاي معهم يدور فبيقولوله إن مامته كده هتتضايق لو عارفت إنه مش رايح المدرسة فبيقولهم إنه هيدور معاهم أو هيقولهم يبدأوا منين ويبقى يروح المدرسة بعد كده لما يخلص وفعلا بيمشوا مع بعض وبيرسم لهم هارولد آيس كريم يكلوه ولما بيقابلوا راجل عجوز تاني بيجري بسرعة عليه هارولد وبيقوله أنت أكيد الراجل العجوز لكن الراجل بيدرابه وبيوقعه على الأرض وميل بيعتذر للراجل وبيقوله إنه بيدور على بابا وحالته النفسية صعبة شوية بعدها بيتحركوا كلهم وبيرسم لهم هارولد عجلات في رجليهم وزلجات وبيتحركوا كلهم على المكتبة بتاعت المدينة علشان يقابلوا واحد اسمه جاري وأول ما بيدخلوا بيكون جاري بيحكي القصة بتاعته قدام جمهور عبارة عن اتنين أو تلاتة بس وبيكونوا نايمين كمان ومش مهتمين به وبيفضل يحكي عن القصة التاريخية اللي هو مقلفها وبعدما بيخلص وبيحس بالأحباط بيروح ميل يسلم عليه وبيعرفوا على هارولد وآيل وبيقولهم إن جاري داي بقامين المكتبة وعنده معلومات عن كل حاجة حوالينا وبنعرف إن جاري بيحب تري مامة ميل وعايز يتجوزها وبيفضل يقول لميل إنه مش هيقدر يساعدهم لأنه مش فاضي فبيقول له ميل دي ماما لما تعرف هتزعل قوي دي دايما بتقول لي جاري ده أكتر واحد عنده معلومات عن كل حاجة ويعرف كل حاجة فبيقول له طالما مامتك قالت كده يبقى أنا هزبت لها إنها صح وبيروح لهارولد وآيل وبيسألهم بيدوروا على إيه فبيقولوله إنهم بيدوروا على راجل عجوز فبيكتب على النت راجل عجوز وطبعا ده مش بيوصلهم لأي حاجة فبيبدأ يكتب راجل عجوز وحكيم وموهوب في التأليف وطبعا مش بيوصل لحاجة برضو فبيقول له هارولد أنا جات لي فكرة طالما مش هنعرف ندور عليه ليه هو ما يدورش علينا فبيقول له جاري ده ممكن يحصل في حالة إنه كتوزعوا الرقم بتاعك على كل الناس الكبيرة في السن اللي في الدنيا كلها أو تكتبوا الرقم بتاعكوا في السماء والناس كلها تشوفوا والراجل اللي بتدوروا عليه يتصل هو بيكو فبيقول له هارولد إن ده فكرة كويسة وبيطلب من آيل وميل ييجوا معاه وفعلا بيخرجوا معاه وبيبدأ يرسم طيارة وبيركبها هو وآيل وميل ولما بيشوفهم جاري من البالكونة بيعرف إن ده الألم السحري اللي موجود في القصص وبيفضل يقول إنه لازم يدور في الموضوع ده وبعد شوية بنشوف هارولد وهو بيحاول يسيطر على الطيارة ويطير بيها بعيد والموضوع بيكون طبعا صعب عليه في الأول ومش عارف يتحكم فيها لكن بعد كده مع الوقت بيبدأ يسيطر عليها وبيخرج منها دخان لونه بنفسجي وبيفضل يتحرك بيها بأشكال معينة في السماء علشان في النهاية يكتب رسالة للراجل العجوز لما يشوفها يتصل بيه على طول وبيحط رقم تيري لإن هو مش معه رقم وبينزلوا كلهم بالبرشوت بعد كده في المدرسة بتاعت ميل ولما بيدخل المدرسة بييجي اتنين صحابه وبيتريقوا عليه بسبب ان معاه الصفارة على طول وبيقولوا عليه مجنون ومش طبيعي لكن ميل بيدرب واحد منهم وده بيخلي المديرة تستدعيهم كلهم لمكتبها ومن الناحية التانية بنشوف تيري وكل شوية رقم يتصل بيها ويقول لها أنا راجل عجوز وعايز اتعرف عليكي وشفت الرسالة في السماء وطبعا بتكون مش فاهمة ايه اللي بيحصل وبتقفل استكاف وشهم كلهم وبعد شوية بنشوف هارولد وايل لما بيوصلوا على السوبر ماركت اللي هي بتشتغل فيه وبيكونوا عايزين يوصلوا لها وفي نفس الوقت بيكون المدير بتاعها بيدايقها بسبب انها كل شوية بترد على التليفون وبيقول لها انها لازم تركز في شغلها اكتر من كده ولو شافها بترد على الموبايل بتاعها تاني ومش مركزها في الشغل هيرفدها واسناء ما هم بيتكلموا بيكون هارولد وايل دخلوا السوبر ماركت وبيتمشوا فيه وبيعودوا يجربوا الكورسي اللي بيعمل مساج وهم مش مصدقين نفسهم وتري بتشوفهم وبتستغرب ايه اللي جابهم هنا وفجأة تليفونها بيرين وبتكون فاكرة انه حد من الناس اللي كل شوية يتصل بيها لكن بتطلع ان دين مديرة بتاعت مدرسة ميل وبتقول لها ان ميل ضرب واحد زميله في المدرسة وهي لازم تيجي دلوقتي حيلا ويتري بتخاف على ابنها وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي فبتطلوا من هارولد وايل انهم يفضلوا مكانها لحد ما تخلص المشوار بتاعها في مدرسة ميل بسرعة وترجع تاني والاتنين بيوعدوها انهم هيحافظوا على شغلها لحد ما هي تيجي لكن ايل بيشوف شاشة عرض كبيرة عليها فيديو الكائن ايل فبيعود وبيحط السماعة وبيندمج مع اصوات الطبيعة اما هارولد فبيبدأ يستخدم القلم انه يساعد واحدة ستة طول الرف العالي وبيعمل لها سوستة في رجلها وبيساعد بنت رجبة طيارة لعبة ان الطيارة تطير بجد لكن مع الوقت الموضوع بيتحول لكرسة والمكان كله بيتدمر شوية بسبب الطيارة وشوية بسبب الحيوانات اللي بيرسمها وبيخليها تيجي المكان وطبعا لما بترجع تيري من برة بيتتفاجئ بالهم عملوه وانهم بوزوا شغلها وبييجي المدير يسأل هارولد وايل انتمين والتنين بيقولوله انهم صحاب تيري وكانوا شغالين مكانها والمدير اول ما بيسمع كده بيقول لتيري ان هي المسؤولة وانها مرفودة من هنا وساعتها بيفضل ميل يقول لها انها كده كده كانت عايزة تمشي من هنا وانها مش بتحب المكان ده وبيحاول انه يهون عليها وفعلا بتقوله تيري انها ما كانتش مبسوطة اوي في الشغل هنا بس احسن من ما فيش فبيقول لها هارولد انها تلاقي شغلة احسن لكن في الوقت الحالي تيجي معاهم ويروحوا يأكلوا اي حاجة في اي مكان ويغيروا جو شوية وفعلا بيتمشوا مع بعضهم الاربعة وبيفضل هارولد يسألها عن شغلها في الموسيقى فبيقول ميل ان هو وبابا قبل ما يموت كانوا بيحبوا يسمعوا المزديكة بتاعتها اوي لانها موهوبة وبتعزف على البيانو حلو جدا فبيقول لها هارولد انه عايز يشوفها بتعزف لكنها بتكون مش راضية او بعد شوية بيشوف ايل عربية ايس كريم وبيقول لهم انه عايز يأكل ايس كريم وبيروح ايل وميل يشتروا ولما بيرجعوا بيشوفوا ان هارولد عمل بيانو التيري وبيطلب منها تعزف عليه وميل بيفضل يتحايل عليها لحد ما بتوافق واسناء ما هي بتعزف والناس كلها مستمتعة بالعصفة بتاعها بنشوف ان الانفدة داخلت محل من محلات الاكل وبتدور على هارولد لكنها مش بتلاقيه ولما بتيجي الويتر تشوفها تاكل ايه بيتخاف منها الانفدة وبتقول لها انها بتدور على هارولد وبتفضل تهرب منهم وتطلع فوق الترابيزات لحد ما بتجري برا المحل وبالصدفة بيكون فيه شورتي وشورتية قاعدين برا في عربية ومعهم صورة انفدة وبيدوروا عليها ولما بيشوفوها بيطلعوا يجروا وراها بعدها بنرجع لهارولد مرة تانية وبنشوف جاري لما بيجي وبيسلم عليهم وبيقول لتيري انه من زمان كان نفسه يشوفها وهي بتعزف وبيعرفها انه معجب بيها لكنها بتصدوا وبتتكلم معها بأسلوب وحش واسعتها بيقول لها انه اساسا جاي علشان هارولد وايل مش علشانها وبيقول لهم انه فهم كل حاجة لما شافهم بيرسموا الطيارة وبيوريهم الكتاب اللي اسمه هارولد والقلم البنفسيجي وبيقول لهم انه هو ده العالم بتاعهم وفعلا لما بيبصوا على الصور بيشوفوا ان دول هم فبيقول لهم جاري ان المكان ده قيم كله على الخيال النقي وطول ما هم عندهم خيال طول ما المكان ده هيفضل عيشه موجود وبيحاول ايل انه يدخل جو الكتاب علشان يرجع للعالم بتاعه مرة تانية لكن طبعا بيكون مستحيل وفي نفس الوقت بيشوف هارولد على الكتاب من برة اسم المؤلف واللي بيكون كروكيت جونسون وبيقول ان لو ده المؤلف يبقى اكيد ده العجوز اللي كان بيكلمهم ولازم يدوروا عليه ويعرفوا هو فين واسناء ما هم قاعدين بيسمعوا صوت الانفدة جاي عليهم وكانت بتهرم من الشرطة فبتجري على هارولد وبتكون فرحانة ومش مصدقة نفسها وبيحتفلوا هم التلاتة انهم اتجمعوا مع بعض اخيرا لحد ما بتيجي الشرطة وبتقبض عليهم وبتاخدهم على الاسم وهناك بيدخلوا هم التلاتة جوا زنزانة وبيفضل هارولد يقول لهم انهم مش هيعرفوا يخرجوا من هنا غير لما يوصل لألم الالوان بتاعه فبتقولوا الانفدة انهم هيستغلوا اي فرصة وهيجبوا له الألم هي وآيل وفعلا بعد شوية بيجي شرطي وبيكون معاه واحد جديد بيدخلوا معاهم الزنزانة ويساعدها ايل بيستغل الموقف وبيخرج من الزنزانة بسرعة من غير محد يشوفه وبيرميل هارولد بسرعة وهارولد بيرسم افلي كبير وبيحطوا على الزنزانة علشان محدش يدخل ويمسكهم وبيرسم بعدها بلدوزر وبيقدر يكسر الحيطة بتاعت اسم الشرطة وبيهربوا كلهم ومن الناحية التانية بنشوف ميل في المدرسة واصحابه اللي ديقوه آخر مرة بيدربوه مرة تانية وبياخدوا منه الصفارة بتاعته وبيحبسوه في قوضة لوحده وبيفضلوا يضحكوا ويصفروا بيها لحد ما بيسمعوا صوت قوي خارج من القوضة عند ميل وبنعرف ان ميل رسمت النين بنص الألم اللي معاه وبيهجم على الولدين وبيضرب المديرة اللي بتيجي على الصوت هي كمان وبعد شوية بيروح ميل على الفصل علشان بيكون عندهم تحان ولما بيخلص بيشوف هارولد وايل والأنفدة في العربية فبيسلم الورقة بتاعته بسرعة وبينزل علشان يقابلهم وبيعرف منهم انهم رايحين يدوروا على مؤلف القصة بتاعتهم كروكيت جونسون وجاري هو كمان بيشوفهم وهو في عربيته وبيجري وراهم وبيشوف انهم بعد شوية بيوصلوا عند بيت كروكيت جونسون وبيخبطوا وبتفتح لهم واحدة ست ولما بيقول لها هارولد انه عايز يقابل كروكيت جونسون بتقوله الست انه مات من فترة والبيت بتاعه تحول لمتحف جامع فيه كل اعماله ويساعتها بيحس هارولد انه محبطه بيتدايق وبيفضل يقول انه دي نهاية القصة وانهم مجرد شخصيات مرسومة وملهمش اي اهمية في الحياة الحقيقية وفجأة ايل وانفدة بيختفوا لان هارولد خلاص ما بقاش مصدق فيهم وفي نفس الوقت بتكون تريقلانة على ابنها وبتعرف مكانه لما بتعمل تتبع للتليفون بتاعه وهناك بتقوله ان كفاية قوي لحد كده وبتطلب من هارولد يبعد عنهم لانه دمر حياتهم بما فيه الكفاية لحد دلوقتي وفعلا بيمشي هارولد وبيروح يقف عند بحيرة وبيكون عايز يلمي القلم اللي معاه لان ماروش اي فايدة لكن بيجي جاري وبيقوله انه عايز يتكلم معاه شوية وبيخليه يركم معاه العربية وفي نفس الوقت تري بتكون ماشية بعربيتها مع ميل والكويتش بتاعهم بيفرقع وبيضطروا ينزلوا وبيتصلوا بشركة لحد ما يجوا يصلحوها وميل بينزل يقف في الشارع وبيشوف هارولد هو راكم مع جاري وبيقلق عليه لانه عارف ان جاري شخص مش كويس ولما بيرجعوا البيت بيستنى لما ممته بتنام وبياخد العجلة بتاعته وبيتحرك عليهم وفي الوقت ده بيكون جاري بيتكلم مع هارولد انه عارف انه شخص كويس وخصوصا الفترة دي لانه عارف ان موت كروكيت جونسون اكيد هيأثر عليه او بيطلب منه يديله الالم لانه كان هيرميه اصلا وهو ما بقش محتاجه دلوقتي وفعلا هارولد بيديله الالم واول ما بياخده بيبدأ يرسم حيطه كلابشات وبيحبس هارولد وبيقوله انا عارف ان ملكش زنب في حاجة بس الناس كلها فضلوا يتريعوا عن رواية بتاعتي وعلى كل الشخصيات اللي انا اخترعتها علشان كده لازم يدفعوا التامن واثناء ما هم بيتكلموا بيوصل ميل علشان ينقذ هارولد لكن جاري بيمسكه وبيربطه بالكلبشات هو كمان وبيفضل ميل يقوله انه شخص مختل فبيرد عليه جاري وبيقوله انه هيثبت لهم كلهم انه مش مختل لما يمتلك قوة مش عند حد وبيسيبهم وبيمشي وساعتها بيقول ميل لهارولد انه معاه النص التاني من الالم وبيدهوله علشان يخرجهم من السجن اللي هم فيه وبيكون جاري خرج وبيرسم عربية بحصان زي الرواية التاريخية بتاعته وبيتحرك بيها وبنشوف ان تاري بتحس ان ميل زعلان فبتخبط على قطه علشان يتكلمه مع بعض شوية ولما ما بيردش بتفتح الباب وبتتفاجئ انه مش موجود وبتخرج بسرعة علشان تدور عليه اما هارولد وميل فبيرسموا منطاد وبيخرجوا من السجن اللي هم فيه وبيقدروا يوصلوا للمكان اللي فيه جاري وهناك هارولد وجاري بيقفوا هم اللي اتنين ثم وجهة بعض وكل واحد فيهم بيمسك القلم بتاعه وبيوجهوا في وش التاني وبتبدأ معركة بينهم وكل واحد بيرسم حاجة تساعده في الحرب دي لحد ما اثناء القتال ده بيقع جاري وبيبلع الالم بالغلط وساعتها بيتفاجئ انه بقى عنده قوة جبارة وبيبدأ يحرك ايده وبيرسم على الهوى من غير الالم وكل اللي بيرسمه بيتحقق وبيقرر انه يحول نفسه لشخصية جا جا وا بطل الرواية التاريخية اللي هو مقلفها وبيبدأ يرسم السيف بتاعه علشان يحارب بيه هارولد وفي الوقت ده بتوصل تيري وبتعتذر لهارولد وميل انها ما كانتش مصدقهم من الاول وبتدي الميل الصفارة بتاعته وبتقوله ينادي على التنين وفعلا بيعمل كده والتنين بييجي وبيساعدهم في القتال لكن جاري بيقدر يوقعوا واثناء المعركة بيقع الالم من ايد هارولد وده بيخليه يقول لجاري انت مفيش عندك حد بتصق فيه اما انا اقدر اصق في صحابي انهم هيكونوا دايما معايا وبيندي على قيل وانفدة والتنين بيظهروا وبتقدر الانفدة تتحرك بسرعة وتجيب الالم لهارولد وهارولد بيقول لجاري ان العالم بتاعهم كله مبني على الخيال زي ما هو قال قبل كده وبيرسم العنكبوت الطائر اللي رسمه هو ميل قبل كده وبيخلي العنكبوت داي طير وبيدخل جوا بوق جاري وبيسحب منه القلم وساعتها كل حاجة بترجع لطبعتها وبيروح هارولد يطمن على جاري وبيقول له انا عارف انك شخص طيب فبيقول له جاري ان كل اللي كانوا يدور عليه انه يعيش في العالم بتاعه فبيرسم له هارولد بوابة وبيقول له ان ده العالم اللي يستحق يعيش فيه ولما بيبص منها بيشوف العالم بتاع الرواية التاريخية بتاعته وفيه بنت شبه تري بالزبط وبيعرف ان ده بطلة الرواية بتاعته وبيقرر يدخل العالم ده ويعيش معاها ولما الباب بيتقفل عليه بيهجم التنين على الباب وبيحرقه علشان يفضل جاري جوه على طول وبيمشي كلهم مع بعض وهم مبسوطين ان كل حاجة اخيرا خلصت وبعد شوية بنشوف انهم راحوا يزوروا بيت كروكيت جونسون وبيفضلوا يتمشوا فيه وبيشوفوا كل اعماله وبيشوف هارولد جواب مكتوب عليه اسمه ولما بيقراء بيلاقي ان كروكيت سايبله رسالة بيقوله فيها انا لما اخترعتك كنت عايزك تبقى انت زي الامل للناس كلها وانه كل واحد يقدر يرسم الواقع بتاعه لما يصدقه ويخلي خياله اكبر من الواقع ده وبيقوله ما تفتكرش ان اللون البنفسيجي هو اللون الوحيد في الحياة ده فيه الوان كتير جدا وكلهم بيكملوا مع بعض اللوحة وبيشوف هارولد ان ميل جايبله علبة الوان هدية علشان يرسم بيها وساعتها بيرسم هارولد بوابة للعالم بتاعهم وبيدخلوا وبيستخدموا باقي الالوان علشان يعيشوا حياة جديدة بالوان مختلفة وبنشوف ان ميل عايش مع موتو ومعهم التنين في البيت وكلهم مبسوطين مع بعض وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة